ربي يسعدكم مع فقرة الجديدة هذه نريد فعلا أن نجيب على سؤال لكن مجزة كيف نشكل فريق عمل فريق يعني يتحدث عن عددنا الأفراد يريد أن يتحدث عن فرد 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 ليصير عننا فريق الآن كيف ممكن نحدد الفرد الواحد كيف أفهم الفرد الواحد ذكرت في الفقرة الماضية أن هناك عدد كبير جدا من مدارس أماط الشخصية اخذ واحدة منها هذه المدرسة رائعة جدا سهلة بسيطة للغاية تستطيع من خلالها أن تفهم ذاتك وتفهم موظفينك تفهم مديرك إذا كنت أنت الموظف تفهم كل الناس اللي من حولك طيب نرجع للقاعدة لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ماذا آتاك الله سبحانه وتعالى إذا كنت أنت الآن المقصود في هذه الفقرة فإنت ماذا آتاك الله سبحانه وتعالى يعني اسمك وكسمك ووسمك وصفاتك وسماتك وهباتك كلها مما آتاك الله سبحانه وتعالى وضعك الاجتماعي والديك البيئة المالية الطبقة الاجتماعية كل هذا مما آتاك الله سبحانه وتعالى ماذا يسل لك دراسيا ماذا لم يسر لك ما هي الأبواب التي فتحت لك مهنيا منذ نعمة أظفارك إلى هذه اللحظة يقولها مما آتاك الله سبحانه وتعالى فكل واحد فينا ضروري يعمل جلسات لا علاقة بخلوات ربما تكون يوم جمعة تعمل فيها إجازة بينك من ذاتك ربما يكون في مواسم عبادية معينة رمضان ربما يكون في مواسم أنت تختار لذاتك لنفسك تعمل فيها إجازة تبتع فيها عن كل شيء لتركز على ذاتك وتنظر فعلا بماذا آتاك الله سبحانه وتعالى إذن موضوع مهم نعم أهم من موضوع الوظيفة وفريق العمل وما شاكل أن تكسب ذاتك ما تخسر نفسك إطلاقا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والموفق والسعيد والرائع الذي وافق ما بين مهمته رسالته من قبل الله سبحانه وتعالى وما بين مهنته ما بين المهنة وما بين المهمة استطعت أن تدمج ما بين المهمة والمهنة كانوا بوقت واحد سبحان الله وفرت وقت كتير وكان هو سبب مدخول مالي عظيم يكونوا واو أنت إنسان رائع جدا قادر على أن توازن بين كافة جوانب حياتك اجتماعية والزوجية والرسالية والفكرية والدلموية وكل الأمور طيب الآن نركز على نمط 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 هذه المدرسة الآن نحن أخذ منها فقط أربعة أفراد هذه الأربعة أفراد نفهم منهم كل فرد منهم من هو وماذا يستطيع أن يقدم إن كان مديرا أو كان موظفا وما هو القطاع الذي ينبغي أن يعمل به بطريقة فعالة وبطريقة مؤثرة فعلا بعد ما فهم كل فرد من هالأفراد الأربعة نتجه إلى كيف نشكل منهم ثريق مين يعمل مع مين مين ضد مين مين ممكن يفسد العمل مين ممكن بالعكس يظهر العمل بشكل قوي جدا مين ممكن نستبعده ممكن نستبقي مين الفرد ممكن ننكرره ونحتاج إلى تكراره حتى تنجح هذه الوظيفة طبعا كل وظيفة لها حيثياتها كل مهمة سبحان الله لها أفرادها فممكن نكون الأربعة يعملون مع بعضهم البعض في دائرة واحدة ومؤسسة واحدة وقد نحتاج أحيانا إلى قسم معين من هذه المؤسسة إلى أربعة أشخاص خمس أشخاص من نمط واحد يعملون في هذه المؤسسة والدائرة لذلك هذا كلامنا الآن هو تأسيسي نظري مهم لكن الأهم أنه إسقاطه على أرض الواقع لرؤية أن كل مؤسسة وكل مهنة وكل عمل يحتاج إلى فريق متنوع ولكنه متعدد يعني الأعداد في كل نمط الأربعة قد يختلف من إله وبالتالي ينجح العمل لما نستطيع فهمها الشخصيات وتوظيفها في الإطار الصحيح والسليم واضح؟ طيب نبدأ الآن بهذه الأنماط النمط رقم واحد الشخص الأول اللي يمكن لسهولة التواصل أو فهم هذه الشخصية حنسميه النموذج الأول ونعطيه اسم الحاسوب أو المدقق أو الديجيتال أو الشخص التركيزي أو الشخص التخطيطي أو الشخص المورق اللي بيحب الورق كتير أو الشخص اللي بيحب الكتاب كتير الشخص المدون كتير سميه ما شئت اختصاراً حنسميه نموذج A A B C D حنسميه نموذج A طيب هذا سهولة تداول الموضوع من هو هذا الشخص اللي هو A كيف تتعرف على كل شخص من هؤلاء شكلاً قلباً وقالباً كيف نتعرف عليه من الوقتنا نشوفه الوقتنا نحلل حركات جسمه نحلل ألفاظه وعباراته وكلماته نره تفضل الجلوس نشوف طريقة جلسته الحوار معاه حيستخدم فيه لغة الجسد ولا مش حيستخدمها من خلال هال الملامح البسيطة تستطيع أن تقرأ مديرك ولا موظفك ولا أياً كان وكأنه فعلاً كتاب مفتوح ممكن ولا صعب سهل جداً ورق وقلم منفضلكم ودون هذه المراحضات لحتى من خلال تتعرف فيها على أي الأنماط أنت وأي الأنماط تستقبل أو توظف أو تشتغل عند من لأن هذه الرسالة الآن هي موجهة للكل موجهة للمدراء حتى ينتقل الموظفين وموجهة للموظفين حتى أيضاً ينتقل المدراء التوليفة ما بين المدير وما بين الموظف مهمة جداً طبعاً الإدارات قد تكون إدارات علية إدارات متوسطة إدارات على تواصل مباشرة مع هذا الفريق كل هذه الأمور ممكن دراستها وقراءتها ومعرفتها بكل بساطة إن شاء الله نبدأ من الشكل الخارجي أنا عندما تعرف على أي شخص أتعرف عليه بدءاً من الشكل الخارجي حتى نطلب سيفيات عادةً منقول أرفق مع السيفي إيش؟ صورة صورة شخصية ممكن أنا من الشورة الشخصية استدل على هذا الشخص من؟ نعم بإمكانها لكن نحتاج إلى نظرة خبير مش نظرة الشخص عادي وإنما المقابلة الشخصية هي الأكثر أهمية من موضوع الصور العالم بأي ظرف اتأخذت هذه الصورة من هو المصور كيف الإحداثات التي تمت بخير هذه الصورة كان يعني مزعوج كان مبسوط كان مصرور الله عالم ذلك المقابلة الشخصية أي الأهم لكن الخبراء يستطيعوا قراءة الملامح ومعرفة الشخص حتى من خلال الصورة المرسلة عبر السيرة الذاتية طيب باختصار أنا أريد أن أتعرف هذا الشخص من خارجه إلى داخله إلى عماقه الشكل الخارجي يتضمن وجه البدن الملابس الإكسسوارات والأشياء ممكن أن يضعها الشخص طريقة تحدثه نبرد صوته طبقة صوته طريقة جلوسه قدم راجع كذا إلى آخره حاط إيديه على بعض البعض مشبك بأصابعه بعيد عن بعضه أطرافه متباعدة كل هذه الأمور ممكن أن نلحظها بكل بساطة خاصة أثناء المقابلات قد تدوم عشر دقائق ربع ساعة الساعة اللي هو نستطيع أن نقرأه تماما طيب كيف نبدأ الآن بالشخص رقم واحد اللي حنزميه النموذج مثل ما أنه الحاسوب أو الديجيتال أو المدقق واللي رمزنا له بحرف A كيف تعرف على هذا الشخص هذا الشخص من حيث الملامح الآن الوجه ما فيش تعبير ما فيش ابتسامة جمود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم بعرفكم على نفسي أنا نموذج الحاسوب أو المدقق أنا شخص جاد أنا شخص فعلا أنتوا تتهمني أني أنا شخص ما بعرف ابتسام والواقع نعم لو أعطيتني نكتة من الوزن السقيل ممكن أعمل لك وخلاص هل أنا شخص كئيب؟ لا أنا شخص جاد أنا شخص ربي خلقك كذلك هتعرف على خصائصي وسماتي وصفاتي بتشوف أنه ليش أنا أصلاً ما ببتسام أو بعطي انفعالات والحياة عندي هي حياتي هذا ذهني أقلي فكري هو اللازم يشتغل مش انطباعاتي ولا انفعالاتي لا ابتسامتي ولا نظرتي ولا لهذه الأشياء اللي أنتم عادة تقدسونها أنا قيمتي هون في دماغي في أفكاري فيما آتاني الله سبحانه وتعالى من مواهب ربما ذهنية عقلية فكري هتشوف أنه أنا الأقوى نحيث التحليل والتركيب نحيث الأرقام نحيث الإحصاءات نحيث الدراسات عندي بال واسع وعريض في كل ما له علاقة في العمق والتخصص ومحب أنا كثير المقابلات المجتمعية ولا مضطر أصلا أني قابل كثير من الناس لذلك ما عندي الوجه أن تلاقيه والله ما صلا متحرك أو ملامح واضحة فعندي ملامح جاملة هذا أنا هذا من حيث الوجه حيث الجسم صعب تلاقي أن يتحرك قالبا قد أتحدث ربما عن موضوع كامل لا علاقة بلغة الجسد على الإنسان أن يحرك بدنه ويحرك جسده ويحرك أصابعه وأنا ما تحركت ولا حركة ليه؟ لأنني لا أؤمن بالتحريك البدني أنا أيضا أؤمن نرجع عن موضوع الذهن والعقل والفكر يسمينا حاسوب دماغي هو اللي بفكر هو اللي بتحرك مش جسمي فربما أعتبر ربما البعض منكم الآن لو كان هو المدير هذه المؤسسة أو الشركة أو ما شاكل وأتى بموظفين فوجد موظف يتحرك كتير موظفه ليه؟ بفكره أنه هذا خلاص هذا خارج إطار أن يكون الشخص المطلوب وإنما يفترض أن يكون رصين متوازن قليل الحركة هذا معيار من معياره عم يسقطها على ذاته وعلى نفسه هو وبالتالي لا يستطيع أن ينتخب الشخص اللي بتحرك أو اللي عنده ملامح دائما على وجهه لا لا بده تبع خليك جاد من فضلك يا ابني تجمد جسمك لا تتحرك كتير لا تشوبر كتير هذا حرك كتير من قلة الأدب هذا من المشتتات هذا ما بعرف إيش إلى آخرين هو يتحدث عن نموذجه ونموذجه عبارة عن نموذج وفعلا بعض المدرق قد يكونوا هكذا وبالتالي أنت تخسر وظيفتك كنت شايف نفسك فرفوش وماشاء الله حريكوا ورهجوا أكتف وما بعد لكن هو ما هذا المطلوب هو بده ناس مثل حكايته كلهم يكونوا نفس الستايل نفس الأسلوب نفس النموذج طيب لذلك باختصار نعم لا يتحرك بدنيا أو جسديا وإنما الحركة حركة إيش؟ زهن وعقل وفكر لما بتحرك جسدية من الخارج يعني بتحرك هو لا يعني أنا منذ نوعات أصفاري كنت طفلا بكل بساطة لو لو طلب مني جلب أي حاجة من حاجيات المنزل بعثه أخي ضروري هلا ممكن بعد شوي ممكن أنا وراجع من المدرسة ما بدي تحرك أنا بدنيا ما بدي تحرك الرعب الرياضة عقوبة الرياضة بالنسبة إلي عقوبة مع العلم أن البضي عندي جسمي أصلا وأشبه بجسم الرياضي ومش جسم الرياضي لكنه نحيف ما تظهر عندهم السمنة تظهر عندهم النحافة ليه؟ لأن حياتهم كلها بالأصل مؤتمة تحن نشوفه طعامه على الكالوري طعامه محدد طعامه صحي يبتعد عن المهلكات عن السكر عن الملح عن كده إلى آخر بيحاول تدبط حياته صحية جدا وبالتالي جسمه بيقول لك أنا ما بيحاجة إلى الرياضة الرياضة بيرح بالعبل البدين السمين وكذا إلى الرياضة لا لا هو بحاجة إلى هذه الرياضة ولكنه لا يحب الحركة البدنية لا يحب الحركة البدنية إذن لا يحرك جسمه ولا بيحب يتحرك ماذا نستنتج؟ إيش الإطار الوظيفة نحطه فيه؟ نحطه علاقات عامة نحطه لجنة ببيعات مشتريات نحطه فيه ننوكي إلي مهام السفر أكيد لا هذا النمط بهمه جدا الجلوس والقعود بهمه يكون في عنده مكتب له مقعد جيد مريح وثير يجلس عليه براحة وهذا من أصحاب النظرية كل شي صحي كل شي صحي كل شي صحي يعني حتى الكرسي يجب أن يكون كرسي إيش؟ كرسي صحي سبحان الله يعني يجب أن يكون مدروس دراسة حتى المقعد يدروس دراسة والطاولة مدروسة دراسة حجمة واتساعة وعمقة وإلى آخرية ريس هذا فحسب وإنما حتى ما يجلس يجب أن يكون في فارق ما بين دقنه وما بين جسمه هذا الطاولة يعني هذا المستبطة على الطاولة ستكون بهذا الشكل هذا البعد لو كانت مواطية كثير مشكلة بتعمله قراص فقرات وآلم في الكتفين ولو كانت عالية ما تعطي البعد اللازم لموضوع الكتابة وغيره وغيراته وبالتالي هؤلاء يبحثون فعلا على النموذج الصحي في موضوع الجلوس والقعود وأنا لا أحب المجتمع والناس كثيرا فإذاك أنا أحب الأماكن المغلقة والمكاتب الفرية حتى لو كنا في وسط بيئة مفتوحة لكن مفتوحة مغلقة يعني لازم يكون في عندي شيء يحايزني بس لإلي فقط لإلي بس لما مشالله يكون كومبيوتري ودفاتري وكتبي وأشيائي ومحطوط عندي حواجز معينة بيكون أفضل ولفضل ما تكون بلور البلور كأنها غير حواجز وبالتالي تفقدني الكثير من خصائصي الفنية والتعبوية بحب كلمة الخصوصية وإنه كون لو كان بلور حتى يعلق صور حط بعض الجداول بعض الأحصاءات نظريا مشان على أساس مهنة وعمل لكن واقعيا ولحفظ الخصوصية وحتى ما أظهر لأحد نهائيا بحب أن ينكب على عملي وعلى شغلي في بيئة مغلقة أتوقع أن هناك الكثير من هذه الصفات والسمات هتعرف عليها إن شاء الله بالفقرة القادمة بإذن الله إذن مختصار مفيد الفريق وعبارة عن ماذا عن أفراد نختزل في هذه المدرسة أربع أفراد A A B C D الآن نتحدث عن النمط الأول وتحدثنا فقط كيف نتعرف عليه شكلا وجهه وجسمه ونموزج حركته في الفقرة القادمة إن شاء الله نتحدثكم عن صفاته الذهنية والعقلية والنفسية والحركية لحتى نكتشف أنفسنا ونكتشف مين ممكن نوظف شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم